السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله درس جديد من دروس تجويد كتاب الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله تبارك وتعالى هنبدأ في باب مخارج الحروف في البداية قبل أن أتكلم عن باب مخارج الحروف أود أن أنبه إلى أمر هناك فرق بين التعلم النظري والتعلم العملي يعني أنا يمكن أن أكون دارس مخارج الحروف صح ودارس النون الساكنة والتنوين ودارس النون والمين مشادتين جميل أحكام دارسها بس أبعرفش أطبق في المصحف بعرفش أقرأ قرآن إحنا قلنا إيه تجويد كتاب الله سبحانه وتعالى يعني أنت بتتعلم العلم ده علشان تجوده فين في قراءتك القرآن فأنت عندك في التعليم شقين شق نظري وشق عملي الشق النظري اللي إحنا بنشرحه الشق العملي هو التطبيق في المصحف وأنا في ظني وفي رأيي إن الأمر العملي مهم جدا لأن فيه إنسان ممكن يكون عارف إن حكم النون الساكنة في الإضغام كذا بس هو ما يعرفش يطبقه في المصحف، ما يعرفش يطبق الإضغام، ما يعرفش يطبق الإخفاء، وهكذا، فأنا يعني ده الأمر ده أنا كنصيحة كده في بداية الدرس، في مسألة مخارج الحروف، لأن زي ما قلت قبل كده يا جماعة ما فيش حد بيجي يقرأ في المصحف، أو بيقرأ من حفظه، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، وهيفضل واقف ويقول يا ترى الحرف ده مخرجه إيه ولا يا ترى دي الرأة دي مرققة ولا، لا سبحان الله اللسان ده وأنا قلت الكلام ده قبل كده، اللسان ده لسان عربي وده نعمة من الله تبارك وتعالى علينا بلسان عربي مبين، فلما حضرتك بتقرأ القرآن وتكثر في قراءتك القرآن، اللسان ده بينضبط ما يكون فيه وجاج فيه، بيبدأ ينضبط يا جماعة الإعراب اللغة العربية بتنضبط بإيه؟ بتنضبط بقراءة القرآن ممكن لما انت تقرأ قرآن كتير تيجي تتكلم كلام سواء كان في خطبة جمعة أو في دارسة أو في شيء من ده تلاقي الأمر منضبط في اللسان، أيضا في التجويد، تدرس التجويد بس اللي أهم من دراسة التجويد سواء كانت مخارج حروف أو غيرها أن انت أقرأ قرآن، اقرأ قرآن كتير علشان اللسان بتاعك ينضبط، النهاردة هنبدأ فيه مخارج الحروف عندنا حاكتين أنا عايزك تعرفهم النهاردة في الدرس ده أول شي أنا عايزك تعرف كيفية معرفة مخرج الحرف إزاي أعرف مخرج الباء أو القاف أو الشين أو أي حرف تمام؟ وعندي إن أنا عايزك تعرف حاجة اسمها المخارج العامة، المخارج الرئيسية تمام؟ طيب، أول شي عند النهاردة وهو كيفية معرفة مخارج الحرف اي حرف عايز تعرف المخرج بتاعه. تمام? وده العلم الناظري. وده العلم ايه? الناظري. ان عندك حاجتين. الحرف. الحرف. اي حرف. يتسكنه. او تشدده. يبقى تعمل حاجة حاجة من اتنين. يتخط سكون على الحرف. يتحط شده على الحرف. تشدده او تسكنه. خلاص? وتعمل ايه? وتضع قبل الحرف ده. حرف متحرك. باي حركة. ركز في الكلام. الحرف هنحطه طاقة. خلاص? طيب هنعمل ايه? هنشددها. ونحط قبلها وليكن الف. همزة. خلاص? مفتوحة مسلا. هتقول ايه? اط. تمام? اط. رأ. همزة. هتفبه هتسكنها. تمام? ار. ار. هيطلع المخرج بتاع الحرف والمخرج والصوت اللي انت بتسمعه. في نهاية الامر بيكون هو ده المخرج. في نهاية الصوت. في نهاية الصوت. بيكون هو ده الايه? المخرج بتاع الحرف. يبقى اللي انا عايزك تعرفه في كيفية معرفة مخرج الحرف. ان انا بعمل حاجة. في الحرف ان انا بشدده او بسكنه. وحط قبله حرف متحرك. باي حركة. مفتوح مضموم مكسور ايا كان. تمام? في الحالة دي ام طالع معي الايه? المخرج بتاعه. والمخرج بتاعه هو نهاية الصوت اللي بيخرج من اين? عند النطق بالحرف. بيبقى منه ده الايه? ده المخرج بتاعه. تاني شيء عايزك تعرفه والامر عايزك يكون عندك بساطة في الامر. الامر. تمام? في الاستيعاب حتى تجد ان الامر هندخل على الامر بسهولة ان شاء الله. المخرج عندنا خمسة. اي حرف من حروف الهجاء? تمام? التمانية وعشرين حرف بيطلع من اين? من من واحد من خمس مخارج. من واحد من خمس مخارج. الجوف. الحلق. اللسان. الشفتان والخيشو. جوف. حلق. لسان. شفتان. خيشو. خلاص? دول نسموه المخارج العامة او المخارج الرئيسية. عايزك تحفظهم. تمام? ده علشان تكتسب العمل العلم الناظري. جوف حلق لسان شفتان كايه? خيشو. تمام? مخرج الجوف. مخرج الايه? الجوف. الجوف هو خلاء الجوف والفم. هو خلاء ولايه? والفم. تمام? خلاء الجوف والفم. الجوف بيطلع بيخرج منه تلت حروف. الامر البسيط احنا النهاردة هناخد بس مخرج الجوف. علشان الحلقة ما بتطولش. مخرج الجوف بيطلع منه عندنا تلت حروف. عارفين طبعا حروف المد. عارفين? حروف المد. حروف المد هي? الالف الساكنة المفتوح ما قبله. الياء الساكنة المكسور ما قبله. الواو الساكنة المضموم ما قبله. دون الحروف. الف. ساكنة. مفتوح. ما قبله. ياء ساكنة مكسور ما قبله. واو ساكنة مضموم ما قبلها. يبقى انت عندك حروف الحروف المد التلاتة. هم اللي التلاتة بيخرجوا من اين? من الجوف. حروف الايه? المد التلاتة. نوحيها. زي ما قلت لك. انا في النطق مفيش عندي اي مشكلة. مفيش عندي اي مشكلة. في القراءة. انا هقرأ. واللسان ساعة ما ينضبط خلاص. فانت بتقرأ حروف المد. يكاد مفيش طبعا يكاد يكون اية لا تخلو من حروف المد. حرفة من حروف المد. تمام? فانت بتخرج الايه? حروف المد التلاتة بيخرجوا من الجوف. دي القاعدة. تطبيق هي قراتك في اللين? قراتك في المصحف. قراتك القرآن. يبقى احنا عندنا النهاردة هناخد تلات حروف اللي بيخرجوا من الجوف. والجوف هو الخلاء اللي موجود في الفم. تمام? وهي الالف الساكنة المفتوح ما قبلها. الياء الساكنة المكسور ما قبلها. الواو الساكنة المضموم ما قبلها. ان شاء الله في الدرس القادم. هناخذ هناخذ ان شاء الله باقي يعني من باقي المخارج. هنعملهم على حلقات. والامر ارجو ان احنا يعني الامر يكون يسير. وان الناس تكون في دراستها للتجويد تاخذ الامر بيسر لان القرآن اه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اسأل الله الكريم ان ينفعنا والقرآن العظيم في الدنيا والاخرة. وان يسر احوالنا. وان يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا. واستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.